حسام حسن يطالب عمر السولية بعدم الاعتزال الدولي وشي كبالة في الحسابات لا لا تعاليك يعني انا مش هعلق عشان اعرف ان الكلام ده ممكن يزعب بس في الاول الاخر يا كابتن حسام ده قرارك يعني ده اختياراتك بس اكيد لازم هتفكر لان الموضوع كده انت احنا كابتن انت يعني الكلام اللي كان بيتقال ان فيه نزول اعمار مع احترام يعني السولية من اللعبة المميزة جدا بس سنه كبير اشكبالة خلاص اشكبالة على ما يبتدي يلعب هيكون فيه اعتزل يعني كابتن حسام انت لما لعبت انت عندك 41 سنة فانت حسام حسن يعني انت حسام حسن اشكبالة ما احترامي ليه والسولية لا خلاص عامل السن كبر مش وقت الحتة دي هل هيتم اختيار عبدالله السعيد ما انت هبنتكلم في سنة سنة ده يبقى خلاص دخلنا في الاربعينات احنا عايزين عايزين منتخب مصر يا كابتن حسام في الحاجات اللي زي دي كده ممكن اه تكون حاجة معنوية بس ده مش الهدف عايزين نشوف جيال طلعة جيال صعدة اشكبالة ايه يعني في الوقت الحالي صعب جدا اشكبالة اشكبالة يعني بيلعب في الوقت كتير جدا تلت ساعة اه 15 دقيقة يعني هو ده ده اخر التوقيت بتاعه اه عمر السولية ما بيشاركش في فترات كتير جدا خلاص هو ده شي طبيعي احنا عايزين لعيبة جديدة عبدالله السعيد قامل لعيبة كويسة بس عامل السن احنا جماعة احنا عايزين نشوف لعيبة منتخب مصر عايزين نشوف لعيبة السن بتاعها هيقدر يجري هيقدر يتحرك هيقدر يلعب كورة يبقى عنده المهارة وعنده السرعة احنا مش بنشوفت يا جماعة كاب فردي ومشاء الله العناصر الصغيرة شفت السرعة والحركة بتاعتهم هل شي كابالة هيقدر يتعامل مع الناس السرعة دي بتاعتهم يعني انت بيجي لك في وقت كده في السن ده بتقوم مختار لك مربع متر في متر وتقف فيه ما بتتحركش منه اخرك هتجري سبرينت خفيف وتقوم رجع للمكان تاني لأ احنا عايزين لعيبة تنزل تجري تتحرك عندهم المهارة عندهم السرعة عندهم حتى الرشاقة دلوقتي فيه حاجة اسمها في رشاقة في الكورة زي ان انا اقدر نعمل الفنت بتاعي وقدر السرعة بتاعته وراوغ اللعيبة اقدر زي ان انا نقطع فيه حاجات كثيرة جدا منتخب مصر بيفتقدها مش وقت مع احترامي طبعا الاشكبالة واحترامي العمر السولية واحترامي حتى العبدالله السعيد ده مش وقتهم ولا الزمن بتاعهم ده مش التوقيت بتاعهم خلاص مفيش حد بياخد زمنه وزمن غيره لازم يا كابتن حسام تبص للمرحلة اللي جاية لان المرحلة اللي جاية صعبة المرحلة اللي جاية صعبة ده دي وجهة ناظري عايز حاجاتك تسمحها كل التقدير واللي احتراميك في الاول اخر اخترتهم اختارهم ان شاء الله تختارنا انا احادي في الاخر انت اللي هتتحاسب في الاخر انت الناس اللي هتقيمك وانت عارف ان فيه ناس كتيرة جدا منتظرة حضرتك يعني وعك اللحظة اللي هتميل كده فيها كابتن حسام قابل بس اختياراتك براحتك انا حداك عالجهاز ما هاتش تكلم مع حداك في حاجة ولا فتحت بوقي خلاص اختياراتك اختياراتك في اللعيبة برضو اختار اللي انت عايزه ان شاء الله تخلي كابتن بريم حسن ينزل ليلعب تاني ان شاء الله تنزل انت تلعب تاني ما فيهاش مشكلة ان شاء الله ترجع كابتن احمد حسن يرجع ليلعب تاني في الاول اخر هي اختياراتك انت اللي هتحاسب عليها ولازم اكيد في ناس هتتكلم في وجهات نظر هتحسن بس هتمنى ان انت متخشش في الحتة دي لان الموضوع هيبقى صعب شوية كابتن حسن في فترة